بعد السويد وبعد الدنمارك حصل ايه والشامبينزليج جاي لعرض مهم جدا من نادي مارسيليا الفرنسي فكي فارحت الحمد لله احترافت في نادي مارسيليا فرنسا اعلى من اه اه اوكي بالزبط فرنسا رقم اέ nuovo في اوروبا بعد المانيا على طب فانا لما خلصت في مارسيليا السنتين بتوعي جاي لبقى العرض الاكبر في حياتي اللي هو من نادي فردر برامن فارحت احترافت في فردر برامن الالماني بالزبط احترفت في فيردر بريمين الألماني وبعد كده كمان لعبت في بروسيا دوسلدورف الألماني ده أفضل نادي في العالم في تنس الطاولة في مجال العالم بلعب فيه رقم واحد في العالم بالضبط وبلعب فيه كمان تيمو بول الألماني ده يعني زي روزر فيدرل كده عندنا في تنس الطاولة بالضبط فأنا لعبت معاه جنب اللي جنب في نفس الفريق فكانت بالنسبالي خبرة كبيرة جدا وكانت ادتني دفع ودتني ثقة بحيث ان انا بعد كده لما بقيت بلعب مع منتخب مصر او كمان بقيت بلعب مع النادي الأهلي بقى عندي فرصة ان انا يعني اقدي بشكل مختلف تماما عن السنين اللي فاتت بعد كده ايه اللي حصل بقى يعني روح تلعبت في ألمانيا وحسن نادي في العالم الطموح بقى بعد كده كان ايه شوفي كابتن اسلام احنا عندنا في تنس الطاولة غير كورة القدم يعني كورة القدم النادي والنادي والشامبينز ليج بيبقى مهمة اوي احيانا زي البطولات اللي بتبقى مع المنتخب ولكن حاليا انا بالنسبالي البطولات اللي بتبقى مع منتخب مصر هي الاولوية الاولى عشان هي دي اللي بتفرق في التصنيف بتاعي فعشان كده الاولمبيات بطولات افريقيا البطولات الدولية زي مثلا يو اس اوبن زي جيرمان اوبن تشاين اوبن الحاجات دي كلها بالنسبالي هي الاولوية لان دي ان شاء الله اللي هتخليني اوصل الى تصنيف عالي. انت 21 دلوقتي? بزبط انا 21 على العالم. وان شاء الله يعني عندي امل كبير ان انا ان شاء الله اكون من اول عشر على العالم. فبالتالي لو انا بقيت اول عشر على العالم هيبقى عندي فرصة كبيرة او ان انا باذن الله في باريس في الولمبيات اللي جاية اقدر ان شاء الله ان انا حقق حلمي الكبير هو ان شاء الله ان انا اكسب مديليا في اولمبيات باريس باذن الله وهتبقى حاجة بالنسبالي انا يعني ان انا برد الجميل مش بس لمنتخب مصري بس كمان برد جميل الناد الاهلي اللي هو سامحلي ان انا اطلع في الاول واحترف